اشتركوا في القناة وشمال افريقيا واسعادت السفيرة كاريداد باتالة مدير ادارة المراسم بوزارة خارجية مملكة اسبانيا اضافة الى عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في مدينة مدريد والاكاديميين والصحفيين والمسؤولين بالحكومة الاسبانية واشار معالي السفير في كلمته الى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين واخاصة بين العائلتين المالكتين التي تمتد لعقود والاهمية الكبيرة التي توليها مملكة البحرين لتعزيز التعاون القائم مع مملكة اسبانيا على الصعود كافة واكد معاليه على المنجزات المحققة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى مقاليد الحكم واخاصة في مجالات تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا ودعم الشباب وتعزيز دور مملكة البحرين الرائد منوها بان مملكة البحرين تعتبر افضل انموذج دولي وواقعي على تأصيل قيم التسامح والتغايش من جانبها اكدت سعادة السفيرة ايفا مارتنيز عن اعتزازها بتطور مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مثمنة التواصل الدائم بين سفارة مملكة البحرين ووزارة الخارجية الاسبانية شاكرة سعادتها اقامة حفل العيد الوطني في العاصمة مدريد ما يعكس اهتمام المملكة لتعزيز الصلاة القائمة بين البلدين الصديقين على الصعود كافة